عقد المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري عقد دورته الاعتيادية لشهر غسطس للعام 2024 ونقش الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الروك الصالح طيمس التقارير المقدمة من إدارة الأمن والشرطة والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الاستثماري لسلطة المحلية للمشاريع الممولة من حصة النفط والمؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية وتغرير تغييمي عن أوضاع مديريات سيؤون والسوم وشبام حيث استعرض الاجتماع وتغارير مستوى إنجاز المشاريع الخدمية ومستوى الأداء الأمن والاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وجهود الهيئة العامة والصرف الصحي والأمن وجهود الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في ترميم المباني الأثرية فيما استعرضت التغارير المقدمة من مديريات سيؤون وشبام والسوم أداء السلطات المحلية ومستوى تحصيل الإرادات وكذا مستوى تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات العامة المرتبطة بحياة المواطنين